خد المطرب لتجربة التمثيل مغامرة ممكن يخسر بيها رصيده الفني مش موافق طبعا مش موافق مش موافق ليه؟ معلش أقولي للتانية أخد اثنين يعني أخد اثنين واحدة ببلاش استثناء الأستاذ عبدالوهاب تاريخ في السينما الأستاذ المكلسوم تاريخ في السينما الأستاذ عبدالحليم تاريخ في السينما الأستاذ شدية تاريخ في السينما بس مش كل المطربين عندهم القدرة على التمثيل مش كل المطربين عندهم موهبة التمثيل يقعد في باتهم بقى يعني اللي بيغنيوا ما بيمثلش يقعد في البيت؟ مش يقعد في البيت لا بص أنا عايزة أقول إن إحنا وصلنا في تاريخنا الفني إن محمد الموجي عمل بطولة فيلم ده الملحن خلت بالك يعني بعد ما كمان المطربين استوفوا المطربين فريد الأستاذ فريد لطر أشور أستاذ عب حليم وما فيش حد مطرب ما غناش تده يخش على الملحنين خلت بالك ففيه ممكن يكون جوه موهبة بس ما حدش عارف يطلعها منه ولو ما عندوش خالص أعتقد إنه فنان ناقص حاجة بيه يعني أفهم من كده إن تامر حسني هو الأول دلوقتي لأنه المطرب رقم واحد لأنه موافق إرادات أفلامه مكسرة الدنيا موافق جدا موافق جدا وهو ممثل شاطر جدا ويفوق محمد فؤاد كتمثيل أنا براك كده بأمانة مش مجاملة لي ومن المتحمسين لي جدا جدا لأنه شاطر وأتمنى أنه يتناول موضوعات تقعد لتاريخه لأنه ممثل شاطر جدا وفنان موهوب بجد دي حقيقة يبعد يختار إيه اللي يتعمل عشان كل حاجة بتقعد عند الناس بتصب في تاريخك بعد كده وبتبقى سند ليك في تاريخك من غير اللائق أن يبكي الفنان أمام جمهوره حفاظا على وقاره وقار لم يهتز ببكاء توافق أو ترفض أو استثناء معلش قيمة لازم نعرفها للناس يا جماعة يا شباب يا أهل مصر يا مؤمنين بالله اللي بيعايت ده بيبقى من جوان ضيف محدش يراجعك في الموضوع ده تاني شياكة بقى ولطافة ومش عارف إيه وبريستيج أنك أنت ما تعيطش يعني مش عمل على بطال ما تعيطش بس يعني لازم يبقى من جوانك تختبر نفسك أن أنت لسه بنا آدم ولا لأ لأنه ممكن تقلب لحجر ولعزب الله أنا أكتر واحد اتصاب من مجتمعه بهذا الموضوع ممكن إنما ليه الفخر إن أنا بكيت في يوم الأيام وهيقعد في تاريخي إن أنا بكيت عشان حاجات مهمة قوي أكيد عرفتوها دلوقتي وهتعرفوها مع الزمان إن شاء الله